وجه وزير الموارد المائية والرية هاني سويلم باستمرار التنسيق بين أجهزة الري والميكانيكا والإدارة المركزية الأسوان بشأن تشغيل محطات الإقراء والطويسة وإدراء ومتابعة حالة الترع الرئيسية وفرعها وخلال متابعته الموقف المائي بمحافظة أسوان وجه سويلم بإعداد خطة عاجلة لضمان مرور الموسم الشتوي بدون أزمات فضلا عن إجراء دراسة متكاملة لموقف تشغيل وصيانة المحطات وإمكانية التحول للري الحديث بواد النقرة وأكد أسوان مع الأهمية استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمي المياه بزمام ترعة تواد النقرة لتنظيم فترات الري والمنوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة بما يضمن وصول المياه للنهايات والتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين اشتركوا في القناة